أبو إبراهيم بارك الله فيه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام ركز معي أبو إبراهيم إذا خرج الإمام طوت الملائكة صحوفها يستمعون الذكر يستمعون الذكر الحديث ظاهر على أن هذه الساعات تحسب من ساعة دخول الإمام يعني من حيث العد العكسي من ساعة دخول الإمام نحسب خمس ساعات طبعا الساعات ليست هي الستين دقيقة لا وإنما هي فترة زمنية جمهور العلماء يقولون فترة زمنية طويلة في مذهب من المذهب الفقهية لا يقول هي قصيرة جدا ولذلك هذا المذهب الفقهي الذي عليه أحد الأئمة الأكابر يقول بأنها فترة قصيرة جدا يعني ممكن ما تستغرق أكثر من عشر دقائق يحسبها من دخول الإمام لكن جمهور العلماء يقول لا قبل التبكير لأن هذا ليس بتبكير ما يسمى اللي جاء قبل خطبة الإمام بعشر دقائق مبكر لاحظ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير إنما أراد أن يأتي الإنسان في أول النهار أول نهار الجمعة فأنت يا أبو إبراهيم مثلا تشوف الآن إذا افترضنا الآن الخطيب مثلا يبدأ الخطبة الساعة الواحدة طيب طلوع الشمس متى؟ نفترض نقول الساعة السابعة من السابعة إلى الواحدة كم ست ساعات نقسمها على خمسة سبعة ثمانية تسعة عشر أهداعش أطناعش وحدة ست ساعات نقسمها على خمسة كم يطل عندنا؟ يمكن خمسين دقيقة كل ساعة من الساعات أو تقل أو تكثر أنا لست الآن في حال يسمح لي بأني أشتغل على مسألة الحساب فالمقصود بهذه الطريقة بارك الله فيك لماذا؟ لأن أصر وقت صلاة الجمعة واسع فيحسب بهذه الطريقة حتى في الأيام الطبيعية العادية يحسب بمثل هذه